اشتركوا في القناة متخذا بذلك الشعار استخدام الغاز هو البديل الامثل لحماية البيئة وتضمن الحفل الذي اقيم لاطلاق الحملة بمجمع ابن سينة والذي حضره وزير البترولي والطاقة والمدير العام لسلطة تنظيم الكطاع البترولي بشاد تضمن عدة كلمات اولها كلمة الترحيب التي قدمها مدير منظمة الدعوة الاسلامية مكتب شاد على اعتبار ان الاتحاد اختار مجمع ابن سينة منطلقا لحملته التي تهدف ايضا الى حماية البيئة اما المدير العام لسلطة تنظيم القطاع البترولي بشاد محمد حسين حسن عند مداخلته ثمن خطوة الاتحاد وقال انها تتوائم مع ما تصب اليه السلطة في توفير الغاز للمواطنين بابخص الاسعار فيما قال الرئيس اتحاد الجمعيات الوطنية احمد بشير احمد انهم يهدفون من خلال هذه الخطوة لمساعدة الطبقة الضعيفة لامتلاك الغاز والتوعية للمحافظة على البيئة واتباع توجيهات رئيس الجمهورية نريد ان نفتح حملة وطنية لتوعية السكان لاستخدام القاس بدل الحطب وهذه الحملة بعنوان استعمال القاس هو البديل الامسل لحماية البيئة وهذه الحملة تبدأ من العاصمة ان جمين بدوائرها العشرة وبعدها تنطلق الى باقي اقاليم البلاد وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل برك الخطوة وعدها استجابة لدعوات الحكومة لاستخدام الغاز بدل الحطب في مسعى لحماية البيئة من الممارسات السالبة وان توزيع الف استوانة غاز من قبل اتحاد الجمعيات الوطنية له عمل كبير يستحق الثناء والتقدير هذا وعقب ذلك قام الوزير ورئيس اتحاد الجمعيات الوطنية بغرس عدد من الشجيرات بساحة مجمع ابن سينة مشاركة منهم في الاستجابة لنداء اسبوع المواطنة الذي اطلق قبل نحو شهر من الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة